موسيقى لاسعد وسليتي مخرج مسلسل الحرقة مرحبا بيك بحثينا في نويت مرحبا يا ثامر ومغسية على الانفتاسيو يا عايشك مسكت بواقعية كبيرة في مسلسل الحرقة وسبق أنك حطيته في نوعية دوكوفيكسيون هنا كيفاش لقيت التوازن ما بين البعض التوثيقي وبعض هذيك انت على الخيال انت على الفيكسيون هو روكي نقوله دوكوفيكسيون في الطرح يعني الدوكيمنتر منطق الوثائقي هو في الطرح ومكر حتى في طريق التصوير لكن هو رواقي مية بالمية هو زيناري ومكتوب وكساس المدج اللي كان بين الوثائق الوريوائي هو في الخيارات اللي عملناش معناها معناتها هو عمل مستمد جزء كبير كله من الواقع معناتها ما جيناش زينا وليزينا غيرنا ولجينا مشينا برشة في الخيال البيض على الواقع وهذا خيار كان كان من الورو كان مع عماد دي الحكيم اللي هو سيناريست العمل اللي وقتل ينا بديت نكتب في القصة وفي التباعة مع عماد ونحكيه فيها احنا استمدين عمل الحرقة من الواقع شمعناها؟ معنات احنا عماد خدم على تونس وعلى الحياة الشعبية وحتى النماذج اللي شفتوها في الحرقة مع بالحق ناس حرق وناس عاشوا تجربة الحرقة وانا مشيت للإيطانيا نا وسيد أسلاما للسيسيليا وخدمنا على ما بعد بوست يعني ما بعد الحرقة اللي هو مع محمد أمي شوشين في زيارتنا لليزوت سبوت مراكز القيواء جزء منهم خاطر ما كان السهل بشتو تدخل انتي تشوفها وثنين في شهدات حية متع ناس قابلتهم وحتى مغيق مش توانس حتى دي سيبسارياء في 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 سيسيليا وعديت أسبوع كامل غديك وحكينا لك خديتك حكاياتهم توانس اللي عايشيني حتى شكون عنده عشرين سنين الحراق بيدو الصاروخ قبلتو كشخصية وخديت منه كيفاش يفكر وبرش أشياء هذي الكل خديناه وحطوا عماد دي الحكيم في سيناريو الحرقة مع جزء الآخر اللي أنا نعتبره مهم ببرشة هو عائلات المفقودين اللي النوع المال هما تفرضوا علينا يعني هما كونش نعرف بالحق ما كونش ما كانش عادي فكرة كبيرة على الحرقة عليك الفكرة الكلاسيكية حرقة ناس تتلموا تطلع في الفلوكة ويوكس دولابي ميك الحركة تلع موضوع متشعب متشعب ياسر 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 اللي في نفس الوقت في المسلسل منفمة من أولياء وعائلات الناس اللي حركوا اللي هما بالحق معناها ما همش ممثلين لكن هما أمهات وآباء هذا هو هذي هذي نحكيها التوش بتاع متاع الدوكمنتاري دونك هذا الكل بجبنا عائلات الجزء من العائلات المفقودين ونعطيك حاجة نحكيها لك وقت اللي احنا قصينا على الكونفينما وكل شيء بريود هذيك قاعد تشوف ماشا في فيديوهات نلقى فيديو هو فيه مظاهرة عملوها عائلات المفقودين قد يمساح البندي كرجعنا نصور جفيلة راستي تنفس المشي جبت نفس العائلات جبنية من صفاقس من زغوان من تونس من برشة أماكن من تونس وجبت نفس الشخص اللي بالميجافون ويتكلم بنفس المريول بنفس اللبسة وعودنا بنفس البندرال وعودنا كلمشهد هذيك بتاع المظاهرة الكبيرة اللي ساعدت قدام وزارة الخليجية هون المزج ونتصور انا نجحنا نسبيا في هالمجلس هذي ذاك عليش خلى خلى الناس ارتبطت بالحرقة لأنه في برشة صدق وبرشة وقعية مش سهل للتوازن هذا ما بين الروائي والوثائقي وفي نفس الوقت كفنين كمخرج من تراش اللي كيف شعشت هالحكاية مكانش فما فروسترسيون مكانش فما كبت معين جرائر انك تلتزم بالواقع على الدرجة هذي وما تنجمش تمشي برشة بالخيار هو ممكن تجربتي لاني عملت برشة شديدو كيمونتير معتا معروف علي في السينما عملت برشة افلام وثيقية وحتى بشيت شوي للأفلام الروائية الوثيقية كي جينا للحرقة صحيح نحكيه في الواقع لكن فما بطبيعة رؤية وفما وفما طرح اللي هو في الأخير هي نظرة مخرج ونظرة كتب سيناريو بالعكس انا استمتعت معني بالحق استمتعت على خاطر الكليت روحي مش هنا في طرحة جديدة نعطيك أبسط حاجة معناتها الفلوكا والكاميرا هوا زاد الجانب الوثيقي في الاخراج يعني انا خدمت برشة كاميرا محمولة في بعض الوقات انا ناخو ناخو الكادر مش بمنطقة الروبرتاج بمنطقة الكاميرا قريبة من الشخصية الدرجة ان يتولي الشخصية ما هوش ممثل قاعد يؤدي هو كأنه شخصية حقيقية والكاميرات تأخو مدلان في الفلوكا نتذكر الممثلين اصلا داخين هوا بالحق متقلقين من الماء متقلقين من الدخل لو كاكا اللي ممو هذوكم خديت الكاميرا وصورتها بدوك لوك ممثلوش هوا خرجوا حاجة بالحق اللي حسوا فيها ويعيشوها وهذا هو الجانب الوثاقي براكس انا حسيت برشة استمتاع سواء كان مني وحتى من فريق التقلي برشة استمتاع والواقعية هذية اللي انتي كنت فيها واللي امتعدتك ما خلقتش فرستراشون وكما كنت نتصور او نتسائل في نفس الوقت انها تتعدى في التلفزة الوطنية في رمضان ان براينتاين ما نتصوروش كان ريهين ساهم خاصة نعرفوا اللي التلفزة الوطنية عندها نازعة محافظة ما كانتش فاما رقابة مثلا في علاقة ببعض المشاهد اللي الشخصيات يحكيوا فيهم كلام برو بليماتيك في علاقة بانتمائهم لتونس او مشاهد اخرى فيما علاقة بالسلطة قلت كلمة اليول قلت التلفزة الوطنية انا اتعاملت مع التلفزة كتلفزة وطنية هي ما هيش تلفزة لحزب حاكم او لفئة معينة او للحكومة هي تلفزة وطنية فانا حقي كمخرج ولا كمبدع ولا كفريق اني نشتغل في التلفزة الوطنية ونحكي بكل الحرية في وقت كما هذا احنا توا حقك مشروع والهدف هذا مشروع لكن الواقع كيفاش كان فمشيت هكيك مشيت حتى يقدمنا النص قدمناه كما لي شفتوا توا مساوي هل انا كنت ننتظر مثلا فما فما يقولوا فما اللجنة القراءة الاولى بدون كتبة هذا المسلسل لي يعطي صورة سودوية على البلاد وينقد وحتى حكيت كيفاش يوري صورة سيئة للحرس لكن بعد ادارة التلفزة بالرغبة اللجنة بتاحها كتبة هذا لكن هي مشيت في المشروع وانا نعتبره هذا مكسب كبير مكسب كبير لنا وان شاء الله يتواصل قتل لازم نفهمه انه مرفق العمومي هو مرفق ملك الناس وملك الشعب دونك لازم نحكيه بحرية كان عندي خوف اشنا كذب عليه كان عندي خوف اما مشيت جيش كوبوش معناه مشينا قدمنا السيناريو توافق علي بدينا نخطي قدمت لهم الحلقات في بعض الوقات نحس بساعات نقول المقطع هذا شي تنحن يعني هكي احساس لكن بعد ما يتنحن لو كوني بالحق من اجر وكون كان فرحان ونتمنى هنا تتواصل ان شاء الله بيكونش الحركة بشي والي رجعنا بتوالي لا نتمنى نتواصل الخاتر حتى فريب وحتى حرف متنحة من مسلسل الحركة مالي يكتبناه مالي يصورناه وليلي يتعد هي تجربتك ثانية مؤخرا في الطعام مع التلفزة الوطنية تحديدا في المسلسلات الرمضانية التجربة الاخرى كنت مع المايسترو المايسترو زادة اللي متعلق بموضوع اجتماعي رزين برشا وينجم يقلق وكل شي هل انو فما تجربة اخرى في المستقبل ولا فما الحرق الجزء الثاني ولا لا هو معناتها الاحتمالات الكل الموجودة ما معناتها كما فما احتمال نجم وحرقة اثنين كما ينجم يكون مشروع اخر يعني كما ديما نحكي ثامر انو انا وعماد فكرر في ثلاثية ثلاثية هي مايسترو حرقة وموضوع اخر طبع الموضوع يدور ديما في نفس المواضيع الاجتماعية وممكن اذا كبش يشير في حرقة اثنين فعنا حتى التصور كامل للموضوع مش يكون مختلف زادة على حرقة طبعا اذا كبش يشير في حرقة اثنين لازم يكون مع الوطنية لانو هو ملك العمل كحرقة واحد اذا كان هما زادة عندهم رغبة كما زادة النجم ونعمل عمل اخر ثالث مختلف ديما نعود لك اذا كان الوطنية عندها رغبة والظروف والامكانيات تكون افضل من خدمنا فيها فاحنا ما علي مش مشكلة كما نجم في الاخرى بكل احنا وين نلقاو مكان وفضاء باش نجم نعبر فيه ونكمل فيه الحلمة باش نمشور ورغبتك انت لا صاد 5050 شكرا معك سريع 5050 معناتها الرغبة موجودة موجودة اني حتى نعمل عمال في تونس اني من منقاش روحي معناتها نعمل لكن لكن الرغبة راه ووحدك ما تجم زادة فما ظروف راه فما طريقة عمل فما امكانيات ما تجمش تعاود نفس امكانيات والظروف اللي خدمت بها مايستر وحرقة تعودة في مشروع ثالث تحكي على امكانيات وامكانيات الانتاج مهمة برشا خاصة في عمل من نوع هذا هو عمل كان الى بني في سيم دعم المنظمة العالمية للهجرة اللي هي مش صحيح؟ لا هو عمل انتاج مية بالمية تنفذة تونسية من الدور المنظمة العالمية للهجرة هي عدة بوب كما بتاع اليوغرط ولا بتاع الجزوز عدة بوب في المسلسل و المنظمة الهجرة اللي يسألون عليها برشا هي جات بعد ما كمنا حتى التصوير لانو تعرف احنا قد صورنا على مرحلتين ما قبل وما بعد الكنفينمو دوك هي جات بعد و هي في دائم بطبيعة هي لانو فما اتفاقية بين مضمتهم التحدة والتلفزة التونسية اتفاقية تعاون فانو ماشي نالهم علش نوه؟ ماشي نالهم ماشي دعمونا في منخرجوا من حرقة فيلم بساعة ونصف ولا ساعتين غرباء ماشي الفيلم هذي يعاوننا انو نجم نعدوها في دور شباب في دور ثقافة في سجون في لماكل يعانو احنا خرجنا من منطقة عملنا مسلسل رنضان المنطقة عملنا اكت متاع مقاومة متاع توعا توعاوية مش منطقة توعاوية المباشرة فهذا هو الرغبة متاع فريق انتاج آآ آآ عمل الحركة هذك عليش عنا ماشي نالهم ومشينا زادنا جموشي نعنوا والسوتي دراج مش نحلوا اكثر افاق للعمل بالانجليزية بالفرنسية وبالإيطالية فهم المساعدة متاعهم مش تكون في الجانب هذا وعدوا لي بيوب متاعهم كما اي آآ منطوش با وقتاش الفيلم هذي نشوفوه ان شاء الله يكون منتصورش كان نقبل ما يكون من هنا لسبتمبر اكتوبر حسب البلانينج اللي بش سيرو حسب زاد الاتفاقيني بزاد ما تعملتش يعني قلت الهدف توعاوي بشنو هتحب توعي والناس هو كلمة توعاوي شوية ما ما ركيتش كلمة أخرى بشبه السرعة مش منطقة توعاوي شوف وقت اللي عملنا الحركة نعرف وماناش بش نقسم الحركة وماناش بالمسلسل بش نجي واحد في مخ وبرش حاجات بش نجي انا نقول وليه ما عاش تحق اما هاوي الهدف لانه زادا لازمنا نفهمه العبدة بش يحرق وتققل شوية في العمل عليش نستحق صحيح فما ظروف اجتماعية واقتصادية وغيره لكن الاهم من هذا انا بالنسبة لي انا هو فما مش كل انتباه مش كل هاوية للأسف الناس هذوموا مالكاوش وانا زينير زينك يقولها البلاد هذي ما حافظتش عليهم ما حميتهمش معتتهمش امل في الظرف هذا نعشو فيه بش نجي مخمم حتى ام برسوع يقعد لو نحكيه على شكون حرق اربع وخمسة وستة مرات وشيف الموت ويديه ما كلها الحوت وبيش عوض فهو مش انا بش نجي مقوله ليه متحرك اما على الاقل بش خليه فكر بحرقة بش نخلي العيلة تفكر بش يخلي المجتمع المجتمع اللي هو اكبر كارثة واكبر مشكلة نظرة المجتمع وعلاقتنا احنا ببعضنا طعم بعض الفاسرين وفي نفس الوقت فماشي ما الدولة كي يقول الدولة بكل مكوناتها تفق شوية على برش حاجات تفق شوية على نظام هالتربوي اللي ما تغيرش على نظام التكفين مهلي اللي نحنا حكيو عليه اللي ما زلنا تاوا نعلمه في ميهن وصناعات اللي ما عطش مطلوبة اللي علش العبد الشاب بيخرش بشيت ويخرش فك الكوتاة اللي قاعدة تخرش ياخوية قلتوله مينا حتى اللي بش يحرق مو يحرق بش هيته بش غادي كيوسي اللي يلقى ميخدا مش مش معناته يبدأ من حيط الحيط ولماذا شفته تتحل دباء هذا هو دباء نتناقشه انا اهم دباء نتصور يازم يتحل هو دباء الانتماء ومن هو تتفرع برش حاجات فهمتك ذي نيتك انتي لكن في المقابل متفاهمين اللي يفهم المشاكل هبوميكل في تونس لكن الحرقة كم فنومان زادة مرتبطة بمبدأ اساسي ورئيسي اللي هو حري التنقل اللي ينص عليها العالمي الحقوق الإنسان لكن في نفس الوقت اليوم التطبيق ما يتعلقش بتونس والكارثة الإنسانية اللي كوارثة الإنسانية اللي مخلفتهم الحرقة ما يتعلقوش كان بتونس يتعلقو زادة بحدود مسكرة ومعاملة ريناها ما ترتقيش الاحترام أبسط مقاومات الكرامة الإنسانية من طرف الإيطالي والأوروبا عموما من خلال السياسات اللي يحطوا فيها ما تراجزة اللي فهم مسؤولية هنا في نالمان أنه الناس تهاجر أو تحرق حق أنك تهاجر وتتنقل ما بين البلدان با زادولهم مسألة سيادة لكن اليوم الحق المبدأ إيه هذا ما يهمكش وما يدخلش في نوايك؟ موجود إحنا في الحركة وحكينا عليه وحكينا على أهم حاجة هو حق التنقل ما خلاله شخصية هالة اللي هي الأم العزبة هي ما بشيت بش تحرك هي بش هيدها بكل شاي ستخدم في مغازها وكل شاي ش عاملت بشيت بش تأخوا فيزا مرة واثنين وثلاثة وتترو فيزا وهذا موجود وركزنا 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 عليه شو معنى؟ في الأخير التزوز طلبة أمينة وكريم كيف كيف؟ لا موجود موجود متفاهمين نفهم حتى دي ريبليك للشخصيات صاروخ الخطاب اللي في الزخر متاعه يقول فأحنا حكينا عليه وحرية التنقل صيح دي ما احنا رابطينها بجنوب شمال زاد حتى احنا حرية التنقل كينا حكيو على القارة الأفريقية وخدمنا فيها على شخصية كوفي حرية التنقل احنا شوف دي ما نحكيو على احنا وأوروبا وكل شاي واخنا نفسنا احنا كي حكينا على العنصرية مش من دون رجال حكينا على العنصرية حكينا على العنصرية اللي تتمارس على التونسي وتتمارس عليه في أوروبا لكن حكينا زادة على العنصرية التي تتمارس أحنا اللي يمارسوها على السيبسارية اللي يجيونا مسؤولية الحرقة كما مسؤول عليها البلاد مسؤول عليها زادة نظام كامل نظام كامل عالمي لازم إعادة النظر فيه هو يقول لك زادة أنا نحمل في في مسألحي وفي حدودي وهذا قانون وماش كأنا مش مش نحل زادة الحدود كما كانت في السنوات اللي قبل وطولي نسي كل جيني وكل شيء لذلك دباء كبير يسر كبير يسر بطنجمش انتوا وللأسف احنا مشكلتنا منش قاعدين نتعامل احنا قاعدين يسر نتعامل سمحك كدولة نتعامل بمنطق الموضوع هذي من الحبوش ندخل فيها نوعا ما اوكي عطاو سكروا الحدود سكروا الحدود عملوا ديفيزا عملوا ديفيزا تعاملنا سلبي موقفنا يسر يسر سلبي يقعوا حتى في موضوع المفقودين شنو السكوت هذي هل انت عادي كدولة عندك اكثر من 1400 مفقود هل هذو مكل ماتوا في البحر في نفس الوقت العائلات يقولك شفناهم في فيديوهات وفامش كون قاعدينها وشفناها في الحبس وفامش كون قاعدينها وشفناها في تشنتر وفامش كون قاعدينها يوين ومات خلاص الحديث لا سعب انتي الهدف انتعك ونية متاعك فانا الراورو احنا في مراية قبل من نلومه على الآخر ولا ندخله في مواجهة مع الآخر بتبعه اذا تبدأ من روحك اذا تبدأ من روحك الاخر موجود الاخر نحكينا عليه الاخر نجم ونحكيه عليه اما انتي توا شنو في ايدك نجم تعمل ثامن هت تغير من روحك اعمل قدره وقيم الروحك وبعده ونحكيه على الآخر فهمتك فما زادم الاطراف المددخلة يعني الرغم في الجنيريك كيما لويين كيما منظمة الهجارة العرمية بونتس المنظمة الإيطالية بونتس هل كان عندها دعم كيفاش كان الدعم هذي منظمة الإيطالية بونتس حسنا موجودة في الجنيريك لا اذا كالجنيريك لأنه ذلك وماتفقيات 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 لك ثم حتى تأثير على ايجا وكلك حاجة او حتى السيناريو موجود انا كالاساد وسليتي كشخص نحترم نفسي ما عندي حتى واحد ينجم يدخل في قناعاتي حتى كل حاجة ساعات نكون نوع الماك الدكتاتورية والإيجابية حتى في الفريق ما معناه؟ ما الموجود عندي والذي متفق عليه والذي متفق على نهايه وكاتب السيناريو حتى الواثنها كله يتعملك حتى في خيارات الفنية في خيارات الممثلين في خيارات اللي تصور في ذلك كله نعمله بتوند داخلات نسمع اقتراح رأي ايمن نعمل اللي أنا مقتنع به حتى فما غادي اسمي وفما سورتي هنا اه جبت على الاختيار الممثلين الكاستينج متاعك انتريسان برشا و يطرح برشا اسئلة خدر نلقاهم ممثلين مظهروش قبل لا في تلفزة لا سينما لا مسرح لاوية من نلقاهم نوعا ما ممثلين عندهم خبرة عبارة قيم فابتة لكن ما يظهروش برشا كيف كيف في المسرح وكل شي كيفاش وقيد توازن مبين الزوز نوعيا تعلم ممثلين هذوما وكيفاش كانت إدارة الممثلين خلالها اختيار الممثلين هو أصعب مرحلة يعني بالنسبة لينا اللي يقول لك الإخراج إخراج من أهم لشي اختيار الممثلين فأنا نوعية المشاريع هذو مع ثامر هوما يقيم يكون عندك ممثل ويعي متبني معاك القضية ما هوش جاي بش يمثل يحط اسمه في الجينيريك في الوسط ومن لول ومن الآخر وبعد يتعدل عمله يعني ويمشي شوية صحافة وكل شي هذي يمتصور ما عنده مكان في العمال اني اللي وجعل ممثل مش بنحب الصعبة مش كل ممثل مثق الممثل متبني قذيب هذا اللي ليتو في في رياض حمدي هذا اللي ليتو في مهذا اللي ليتو في نبيل شاهد اني اسمعت اسناه ممثل هذا اللي ليتو في الممثلين اللي تشوفي في حرق فتعامل يدي ما يمشي بهذا الممثل اللي بشي ذي في انا سنتفرج برشة في المسرح والد مسرح نمشي نتحرك انا اصلا من فرقة فرقة المسرحية مع سي محمد وعثمان من كيف وعمري كامل عديتو حتى اخرجت مسرحيات في الهواية فدي ما عندي جانب هذي جانب اثنين انتي كتجيب ممثلين هذو اللي عندهم عندهم تبني للقضايا انتي تحكي فيها كم زاد عايشة بن احمد ممثلة كياسة ريت الميلانجة اللي موجودة في في حرقه كما ليجان مالك بن سعد السادق ترابلسي سانال حبيب وميمة بحري هال ميلانج هذا اللي تعمله شنو الباز متاعه الباز متاعه تبنيهم من المشروع اثنين نشوف فيهم الشخصيات ان ما نشوفش ممثلين نشوفو هالهو نجمي قدي الشخصية هذي حاجة مهمة ثلاثة كيفاش هم مش يتعامل مع بعض خاطرين الممثل ما تعملش معك مؤدي انت عامل معك شريك ايجا نقرأوا نفس مع بعضنا شوفو هو كيفاش يفكر مش فيجي نسقط عليه رؤيتي ورؤية الكاتب من بعد نبدأوا مع بعضنا نخدمه على على التفاصيل انا نعمل علاقة صداقة كبيرة كريب يسر من الممثلين خاطر الدركسيون دكتور رو مش امشي هكا هو اعمل لك وكتجي الكاملة منها دور هكا لا يجبك تعدي انتي للممثل تعديه الاحساس بتاع الشخصية تالي تاريخ الشخصية وين ماشي الشخصية وتأثيرها مع بطية الاحداث انا ترفق ساعات كل ما نصوره مش هل نبني خرفره او صار قبله او بش يصير بعده او وين ماشيين او الشخصية وين ماشي رد بالك لان فعالمتها كوني نجم خليه خلت النجم ونخدمو عليه في تقدم الاحداث فالتلاقح الافكار بينك وبين ممثل من نجم يوصل كان النتيجة ايجابية هنا كي نرجو اللي حكيناه بكل في الكتابة في اختيار الممثلين في منوال الانتاج في هذا الكل عبارة كسرت قواعد اللعبة ومنوال الانتاج السائد في سنين اللي فاتت في رمضان هل انو حسب تجربتك حتلتوه ورد الفعل معنى خلال الجمهور المنتجين النقاد غيرهم هل انو فما امكانية مش تتكسر قواعد اللعبة البرة من رمضان وانو تكون فما انتاجات مو ممثلة بالجودة هذية وبالحجم هذية لبرة من رمضان هو احنا كانت كانت تمني متعنا والامنية متعنا انو العمل يتعدى ورمضان خاصة ان احنا من من شهر تسعة يعني من شهر سبتمبر رحنا حاضرين تقريبا معنا المسلسل حاضر والتالي كانت مش تمشي معنا لكن الظروف الاقتصادية والهي تكونوا كان عندي مسلسل ومعديش ممكانيات ما خير نعدي في رمضان نعرف شنو بي بينا احنا بالحرقة وبغير الحرقة لو حتى بالعمال الاخرى احنا عنا قوة كبيرة هي قوة ما يعني ممكانيات لكن عنا قوة تقنين توانسل صفور فانو بتاع التقنين توانسل اللي متقصاش بالمال يعني تجي الحرقة انا كنت نعمل في مشروع توا كملته عندي شهر ميزانية اكثر من ضخفة خمسة حلقات خمسة حلقات يكون ستة وسبع مرات قد الحركة بكل مكانيات كبيرة فريق تقني من سبعتاشر جنسية به شنو الفرق انو احنا معنى ش مكانيات كبيرة عام عنا سبار فير بتاع التقنية توسي عنا ممثلين مهمين وعنا توا حاجة حبولا لك عنا حرية عنا حرية بقينا مربوطين بالاشهار بالمستشار الشيحب بالوالله يقول رمضان الدراما متمشيش توت بدلت الدنيا تواعنا اللي بلاتفورك كما ارتفاعي ليزمنا شجوعه وان شاء الله تجي توت دوت البلاتفورك عنا طريقة اخرى متاع انتاج انا نتصور لزمنا يعني ليش نعمل عشرين حلقة بسيدي نعمس انا كلت مرة نعمست الحلقات كل جمعة عادية حلقة هكا خدمت ستة اسابيع قناة اخرى كيف كيف دوت السورة انتي عليش كما تفرج تونسي تفرض عليك ينبدل نزابي تلك شوو تلك شوو تلك شوو نفس وكلهم يشابلوا بعضه والضيوف هذو ما يعملوا سيركل غريش ما نعملوش دراما غريش ما نعملوش دي كوميدي ميجيكار غريش ما نعملوش دي دوكيمونتير بالحق لازمنا نغيره عندي امل عندي امل انه بيش نغيره وانه بيش نكسروا هذية المنويل بتاع طريقة الانتاج ولزم الناس تفهم راهوا بالدراما بالسليما وبالمسرح راهوا نجم ونخلقوا سوق ونجم يدخل راهوا في العجلة الاقتصادية توا بدل صوت تراج بدل وبيع عن اي اي بلاتفورم واي قنات هنا لا سعد التالبزة تعطي برشة فيزيبيليتا تخلي نيس تشوفك وتخليها تعرفك حكينا شعندك اخر مشاريع على القريب في السينما وغير والله في السينما عندي مشروع قدبته برشة مرات ان شاء الله بش نعمل وان شاء الله بش نلقى مشروع سينماي بتبيع خطرنا سينماي بالاساس والحلم متاعي نعمل فيلم متاعي التويل ان شاء الله نعمل عقريب في نفس الوقت عندي اكثر تجارب مع خارج تونس معناتها تجارب عربية ولا حتى انترنسونال دوكي غير كملت مشروع بش يكون كور بلاتفورم من اجيب نحكي عليه لكن فما برشة مشاريع خارج خارج تونس شكرا لأسعد مسليتي على حضورك بحضان اليوم ان شاء الله نسمعه بجديد الاخر المشروع هدايا وغيره على قريب ونكمله نتابعه عمالك ونشوفه بتايت الحرقة اثنين ولا غيرها برام رمضان شاء الله خستان برام رمضان وشكرا ثامر ونويت على الاستضافة اشتركوا في القناة